تشير نتائج جديدة إلى أن تدخين السلبي قد يضر بعيون الأطفال وقد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية لاحقاً في الحياة وقال المشارك في الدراسة جيسون يام من جامعة هونغ كونغ الصينية أن التعرض للتدخين غير المباشر للأطفال يشكل تهديداً مهماً للصحة العامة حيث يؤثر على ما يصل إلى 40% من الأطفال نتابع في هونغ كونغ وبعد دراسة نحو 1400 طفل بين السادسة والثامنة وجدوا أن الأطفال الذين تعرضوا للدخان السلبي أصيبوا بمرض المشيمة الرقيقة وهي طبقة من الأنسجة تحتوي على أوية دموية صغيرة تغذي العين وبمقارنة عمليات المسح من الأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبي مع تلك التي قام بها الأطفال الذين لم يتعرضوا للتدخين وجد الباحثون أن الغلاف المشيم عند الأطفال المعرضين للتدخين السلبي كانت 6 إلى 8 مايكرو متر أرق من تلك التي يتعرض لها الأطفال غير المعرضين وقال الباحثون أن درجة التخفيف مرتبطة مباشرة بكمية الدخان الذي يتعرض لها الأطفال كما وجدوا أن التعرض للتدخين من سيجارة واحدة في اليوم يرتبط بما يقرب من نصف مايكرون من التخفيف ومن أهم الأعراض التي قد تلازم الطفل عند تعرضه للتدخين السلبي بالإضافة إلى ترقق المشيمة والتي تعتبر الجزء الخلفي من العين والتي تحتوي على الكثير من الأوعية الدموية زيادة أمراض الأوعية الدموية يضاف إلى ضمور بقعي في العين واعتام عدستها بالإضافة إلى المياه الزرقاء في العين أحد أهم الأسئلة التي ناقشها الأهل والأطباء ماذا ستكون نتيجة استنشاق النكوتين البديلة كالسقائر الإلكترونية على الأطفال لتكون إجابة دكتور فرناندو أريفالو من كلية الطب في جامعة جون هوبكنز قال إن النتائج الجديدة تدعم الأدلة المتعلقة بالمخاطر المحتملة للتدخين غير المباشر على الأطفال نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع استشاري القلب والقسطرة الدكتور رائد العوايشي صباح الخير دكتور صباح الخير رائد وسهلا فيك معنا يعني دائما ما نتحدث ونحكي عن تأثير التدخين السلبي على الأطفال ومفروض أنه صارت كل الناس تعرف ولكن لسه في عنا مشكلة ولسه في عنا عدم إدراك خطر هذا الموضوع عشان هيك دائما منحب نذكر ونحكي فيه أكتر إذا من استعرض أهم مشاكل التدخين السلبي على الأطفال نعم هو صحيح جدا للبداية جدا رائعة أنه فعلا موضوع التدخين أنه لازم تكون فيه تركيز عليه خاصة عنا في الأردن نعم خاصة أنه إحنا مثلا في الأردن الآن تقريبا من المتصدر من أول الدول الثلاثة الأولى في العالم الحمد لله في التدخين فبالتالي نعم لازم نركز دائما على التدخين ولبن نيجي إحنا لحق الإنسان الذي لا يدخن حق الإنسان البريء مثل الطفل مثل المرأة الحامل فعلا يجب أن يكون فيه حذر شديد جدا من موضوع التدخين وتعرضه للدخار الموضوع ليس شهد أنه دخان السجارة هذا أنه يتعرض إليه في مكان مغلق الحامل أو الطفل الدراسة هاي مثل ما لاحظتي في التقرير أنه فعلا بظهر أنه حتى الآن العين نفسها أنها تتعرض للمشاكل نحن نعرف أنه الطفل اللي بتعرض للسجارة نحن نيجي دراسة غير هاي الدراسة سابقا اللي هي عملت على الأطفال الرضع لأباء المدخنين اللي بدخنوا داخل البيوت كان في عنا اللي هو بصير فيه عند الرضع اللي هو الموت المفاجئ عند المدخنين أو لأهاليهم المدخنين الموت المفاجئ عند الأطفال الرضع هو أعلى بنسبة 40% عند الأطفال اللي لأباءهم بدخنوا مقارنة مع اللي أباءهم ما بدخنوا رغم أن هذا الشغل اللي لا تحصل لكن حدوثها عند أباء المدخنين أو اللي بدخنوا داخل البيت تكون أعلى النقطة الثانية الموضوع الربو والتحسس والجوب الأنفية الأطفال اللي بيكونوا أباءهم بدخنوا وبيكونوا في بيوت فيها تدخين بيكونوا أكثر عرضة على أنه يصير بعهم حتى لو ما بدخنوا في المستقبل أن يصير عندهم أمراض الجيوب المزمنة ويصير في عندهم الإصابة بأمراض ربو والتحسس كذلك التدخين أريد أن أكمل أو لا؟ أقاطعك بس بنقطة عشان نكون ماشيين بالترتيب لأن الدراسة كانت تحكي عن موضوع العيون وأن التدخين السلبي قد يؤدي إلى العمى عند الأطفال فحب نوضح للمشاهدين كيف ممكن هاي السجارة اللي بعيدة عن الطفل أو اللي معاها بنفس الغرفة بس مش هو عم بدخنها تخلي لا سمح الله يفقد نظره نعم هي السجارة نفسها تحتوي تقريبا على 4600 مادة مختلفة 60 مادة منها مثبتينها مسارطنة الـ 4600 مادة هذه بينبعث عنها في الدخان مواد كثير سامة وضارة بشكل مباشر لو نعد مثال منهم اللي هو الساينايد الزرنيخ أول أكسيد الكربون المبعثات عن القطران وعن النكوتين زي الأمونيا زي الكابريت الهايدروجين هاي المواد كليتها هاي المواد في الدخان هاي المواد غير حميدة هاي المواد جدا ضارة وسامة هلا العين نفسها الخاصة عند الطفل الطفل اللي ساتة بتكون تحت التكوين وأرق وأدق شيء في العين أو بتظل تحت التكوين اللي هو شبكية العين شبكية العين هي اللي في الكابرة زي الفيلم من ورا هي اللي بتأخذ الصورة وبتنطبع عليها الصورة ولما نيجي لأكثر نقطة مهمة في العين اللي بنشوف فيها بشكل مباشر اللي نقول ركز نظرك معي اللي هي البؤرة تبعة العين البؤرة تبعة العين هي أكثر منطقة فيها نهايات عصبية تشوف فيها الدقة في النظر الدراسة هذه أظهرت أن الأطفال اللي بيكون عند المدخينين أو بتعرضوا للتدخين السلبي بتم امتصاص هذا المواد هذا المواد تأثيرها على شبكية العين وبالذات على مشيمية العين أو اللي هي على بؤرة العين المكان اللي يجب أن يكون فيه تكثيف أو كثرة في النهايات العصبية اللي بتشوف هاي وجدوا عند الأطفال اللي بتعرضوا للتدخين السلبي وجدوا أنه عندهم بيسير فيه عندهم زيادة في الأوعية الدموية وأطراف الأوعية الدموية والنزف البسيط في نهايات الشرايين أو الأوريد الدموية اللي موجودة هناك فبالتالي هذه بتأثر على النظر وعلى دقة النظر وقد تسبب إلى العمى وحتى إلى العمى الغير رجعي لذلك كانت الخطورة من التدخين السلبي على الأطفال حتى على العين كانت إنهائلها خطورة كبيرة هاي الدراسة ركزت على هذا الموضوع وأظهرت الترقق اللي بيكون موجود في شبكية العين وخاصة في البؤرة أو اللي مسميها مشيمية العين نعم طب هلأ دكتور التدخين السلبي هو مش بس إنه الواحد يكون مثلاً عم بيدخن السجاير قدام الأطفال هو حتى لو كان مثلاً البيت بيقته فيها دخان كمان بيأثر على مثلاً على المدالي بعيد إنه طول الوقت حتى لو ما في حدا هلأ بيدخن بس البيت كله دخان صحيح أحسنتي هو المشكلة أن الدخان يعني أنت بتعرفي يعني لما بتروحي على فندق بيقول لك سموكر أو نون سموكر وبتروح بتدخلي على غرفة وتشمي ريحتها مجرد بشمي ريحتها رغم التنظيف الكبير جداً اللي بيكون بتلاقي ريحت الدخان لساتها عالقة في الغرفة اللي فيها تدخين نعم البيت اللي بيكون فيه دخان ريحته ريحته دخان مهما ينعمل بيضل ريحت الدخان معرفون هذا البيت مدخن غير مدخن نعم الدخان مش سهل جداً أنه فعلاً أنه إنه كون موجود داخل البيت تأثيره مش بس على الأطفال تأثيره كذلك على إذا كان فيه حامل في البيت الحمل إذا كان فيه حامل خطر جداً مش إنه يدخن إنه حد يدخن جنبها أحد الأسباب المباشرة مسي أمهات بدخنوا للأسف حوامل يعني بالضبط المثبت الآن مجرد أنها تتعرض للدخان تكون فيه سبب مباشر بالدراسات إنه هذا سبب للإسقاطات المباشرة نعم عدم إبتمال الحمل الحمل بتشوهات أو عفواً المولد يكون مشوه أو غير مكتمل ناتج عن التدخين السلبي نعم طب دكتور تأثير التدخين السلبي على الأطفال نفسه على البالغين ولا هناك فرق طبعاً الأطفال والحوامل هم أكثر الناس عرضة أذن خليناً أذن من التدخين السلبي لكن أيضاً كمان الكبار في العمر حتى اللي بتعرض للدخان في الأماكن العامة لذلك إحنا في أواخر التسعينات على بداية الألفين لحد ألفين وأربعة صار فيه إثبات شامل على أنه واتفاق عالمي على حضر التدخين في الأماكن العامة كان سابقاً مسموح حتى داخل الطيرات أنه يكون يكون فيه دخين بعد ذلك الآن كل يتتوقف ليش لأنه تأثيره مباشر حتى على الكبار حتى على البالغين فيه له تأثير مباشر سبب مباشر ومثبت في سرطان الرئة السرطانات الأخرى اللي بيسببها التدخين والمثبتة من شعر الراس لأخمص القدمين كما يحكوا هذا كل يتبس بها التدخين التدخين السلبي أثبت في جزء كبير جداً منها أنه لساته سبب مباشر فيها نعم نشكرك إذن دكتور استشاري القلب والقصرة دكتور رائد العواش شكراً لك العفو والله سليك شكراً لك